على قارعة الطرق وبين المتارس وفي الشوارع الخلفية والتجمعات السكانية تفعل الحرب بالمدنيين أكثر مما تفعله بطرفيها انتهاكات مستمرة قتلى وجرحى ومختطفون ومهجرون أنقاض لمنازل ومصادر رزق منعدمة هذه ضريبة الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في حرب أجبروا على معايشتها في تعز المدينة المحاصرة منذ قرابة خمسة سنوات من قبل ميليشي الحوثي تبدو الصورة المأساوية أكثر وضوحاً ووضع المدنيين أكثر بؤساً جراء الحصار والحرب والقصف المستمر على التجمعات السكانية والمجازر التي يخلفها أكثر من ثلاثين ألف انتهاك ارتكب بحق المدنيين في تعز خلال الفترة من مارس 2015 وحتى الخامس عشر من يونيو بحسب تقرير حكومي أصدره مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة أرقام وإحصائيات الضحايا التي أوردها التقرير صادمة تستدعي التوقف وإعادة النظر في مأساة الحرب المستمرة التي غابت أو أريد لها أن تغيب عن أنظار العالم وتضع تساؤلات عن دور المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي لم تحرك ساكنا وهي ترى هذه المأساة أكد التقرير مقتل ألفين وسبعمائة وعشرين مدنيا وإصابة ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وتسعين مدنيا أغلبهم من الأطفال والنساء أما عن المختطفين المدنيين لدى ميليشي الحوثي فقد تجاوز عددهم سبعمائة مختطف فيما المهجرون أكثر من خمسة آلاف مهجر من مناطقهم أدى القصف المستمر على منازل المدنيين لأكثر من أربعة سنوات إلى تضرر سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسين منزلا إحصائيات التقرير بحسب مكتب حقوق الإنسان ليست ثابتة ولا نهائية بل قابلة للزيادة بسبب وجود انتهاكات لم يبلغ عنها من بينها تلك التي حدثت في المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية في المدينة تترك الحرب ندوبا في المجتمع وجروحا مفتوحة وتفعل بالمدنيين ضعف ما تفعله بالأطراف المتحاربة فمن يضع حدا لهذه المأساة المستمرة وفاتورة الضحايا من المدنيين المفتوحة